أجرى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية دكتور أحمد أسوكي جولة تفاقدية في عدد من المنشأة الصحية التابعة للهيئة في محافظة بورسعيد وحرص رئيس الهيئة على التحدث إلى الأطقم الطبية والإدارية في المنشأة الصحية للاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير الخدمات الصحية واستطلاع آراء المواطنين حول جودة الخدمات الطبية المقدمة لتعزيز مستوى الرعاية الصحية وتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين بأفضل شكل ممكن